اشتركوا في القناة امتين العربية والاسلامية جاء ذلك في مستهل الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وقتنا المجلس في هذا الصدد على ما اتخذته وقامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من جهود واجراءات مشكورة في موسم الحج هذا العام اقامة لهذه الشعيرة العظيمة مع مراعاة الظروف الصحية التي تشتاح العالم تحقيقا لمقاصد الشريعة الاسلامية في حفظ الانفس والارواح مشيدا في الوقت نفسه بما تطلع به المملكة الشقيقة منذ تأسيسها من جهود جبارة ومشهودة في خدمة الحرمين الشريفين والبقاع والمشاعر المقدسة وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين ورعايتهم والعناية بهم وفي سياق آخر هنأ المجلس بنجاح العملية الجراحية التي أجرها خادم الحرمين الشريفين سائلا الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة والعافية والعمر المديدة كما تضرع إلى الله تعالى بأن يمنع على صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بالصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة إلى وطنه سالما معافا بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وسهلها بالسعراض مذكرة من الأمانة العامة بشأن آخر المستجدات في 23 مشروعا من مشروعات أعمار الجوامع الجاري تنفيذها أو المشروعات التي ستطرح إضافة إلى المشروعات التي تبنى إنشاءها بعض المحسنين ورخص لها بل رخص لها المجلس وأشهد المجلس عاليا في هذا الصدد بحرص البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وحكومته الموقرة على رعاية وخدمة الجوامع والمساجد ودور العبادة وتخصيص الأراضي لإنشائها وتوفير كافة السبل والخدمات والدعم لها مثمنا في الوقت نفسه الدورة الخيرية الكبير للمحسنين وجهود الأمانة العامة للمجلس ولجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية